السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم النهاردة بقى هنحضر فطاير بدون خميرة ولا عجل ولا خبز وكمان مش هنسويها في الفرن هولك على طريقة سهلة جدا وبسيطة تحضري بيها اجمل فطاير وكمان هنحشيها حشوات مختلفة تبعيني عشان ما يفوتكيش اي حاجة اول حاجة معي بيضة ضفت على البيضة معلقتين كبار من الزبادي ممكن تستبدليهم بالحليب الرايب او الحليب السائل ضفت عليهم معلقة صغيرة من الكربوناتو ونص معلقة صغيرة من الملح هنعمل فطاير حدقة لكن لو مسكرة يعني هتحطي حشوة مسكرة بتستبدلي الملح بالسكر هداوب المكونات دي كده كلها مع بعض بالمضرب لغاية ما يكون شكلها كده بعد كده معي كبايتين دي ايه هضفهم بالتدريج ضفت اول كباية وكباية تانية ضفتها بالتدريج وهبتدي كده اعجن بالطريقة دي يعني مد الدقتين بس مش كتير لغاية ما العجينة تلم ضفت باية الكباية التانية وورده فادلت ألم العجينة لغاية ما ده بقى شكلها العجينة هنا بتكون طرية جدا ونعمة وفي نفس الوقت ما بتكون ما بتلزقش ده بيكون شكلها هسيب العجينة تستريح بقى خمس دقايق وهعطيها علشان الوجه ما ينشفش بعد خمس دقايق هياخد العجينة بتاعتي وهقسمها على شكل الكرات بحجم اللمونة عشان تكون الفطاير حجمها مناسب خط رشا من الضيق كده وبتديت ان انا افرد اول كرة عملتها فردتها كده الاول باية وبعد كده جبت ان الشابه وبتديت ان انا افرد بالشكل ده كده حجم طبق الشاي وده بيكون شكلها وده سنكها طبعا ممكن نحشي الفطاير بتاعتنا اي حشوة حدقه فانا هحشي جبنة دي جبنة كيري او جبنة كريمي وهبتدي بقى اتني قطعة العجين كده واضغط عليها باية وبعد كده هاجي بالسكينة عشان اساوي الاطراف عشان يكون الفطاير بتاعتي شكلها حلو وبعد ما ساويت الاطراف كده هبتدي اضغط عليها باية علشان اتأكد ان هي افلت كويس وده بيكون شكلها نحضر واحدة تانية عشان تشوري الطريقة بالزبط جبت القطعة وابتديت ان انا افردها ويفضل انك ترشي رشة من الدقيق علشان ما تلزقش منك وتتفرد معاك بمنتهى السهولة ده حجمها وحشيت بقى القطعة دي بقطع دجاج اي حشوة لكن تكون مستوية وما يكونش فيها اي سويل هقفل عليها بنفس الطريقة كده واشيل الاطراف باستكينة او بقطعة البيتزا المتوفرة عندك واضغط عليها باية كده علشان اتأكد ان هي افلت كويس ومش هتفك مني اثناء التسويه اخلص كل الكمية بنفس الطريقة اخلص كل الكمية بنفس الطريقة اخلصت كل الكمية بتاعت الفطاير عملت 16 قطعة قبتين دي عملوا 16 قطعة في زيت سخن بقى غزير ابتديت ان انا احمر الفطاير بتاعتي اول حاجة عليت النار وبعد كده هدتها يعني النار بتاعتك لو قلنا من واحد لعشرة هتكون خمسة وهبتدي بقى احمر الفطاير ده بيكون شكلها نلاحظ كده بص يبقى بتنفش ازاي معلقة الكربوراتو الصغيرة هي اللي خلت الفطاير بتاعتي تنفش كده وتكون هشة جدا ومفرها من جوه بحيث تكون طعمها جميل وتكون كمان هشة جدا ده بيكون شكلها هبتدي بقى احمر الفطاير بالطريقة دي واول ما تاخد الليون الدهبي هقلبها الناحية التانية وزي ما اتفقنا النار هادية مش هادية قوي ومش عالية علشان تستوي وكمان في نفس الوقت ما تتحرقش اخلص كل الكمية 16 قطع وبعد كده هطلعهم على منازيل مطبخ علشان اتخلص من كل الزيت الزيادة طبعا الفطاير بتاعتي دي تنفع لولادنا في المدرسة يعني تحطها لهم في اللانش بوكس كتغيير وطعمها حلوي جدا ومغزي وكمان نقدر نحضرها بسهولة جدا لان هي ما منستنياش انها تخمر ولا حاجة نحضرها في دقيق بتكون جاهزة ونقدر نحشيها اي حشوة وطعمها بيكون في منتهى الروعة والجميل يا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتعجبك وتقدي لي بقى عايزين نحضر ايه تاني لولادنا في المدرسة عشان نحطه في اللانش بوكس ويا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وما تنسيش لو اول مرة بتشوفينا تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفاتي الجديدة ويا رب اكون ضفة حفيفة عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة